أكدت مصادر قبلية لمراسل التلفزيون العربي في العراق بأن مستشفى مدينة الموصل تسلم جثثة 33 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وقالت المصادر أن القتلى لقوا حتفهم في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مركز تدريب للتنظيم في قضاء البعاج غربي الموصل وذكر شهود أن من بين القتلى سبعة قاصرين من أعضاء تنظيم كانوا يطلقون تدريباتهم في المعسكر